اكتشاف علمي انا احببت فقط ان نتأمل هذا الاكتشاف ليس اكتشاف انما هو دراسة دراسة تقول ان عام 2021 هو العام الذي ينبغي ان يكون اكثر حرارة لان الشمس ستكون قريبة جدا مننا ولكن نجد ان الارض باردة والارض لا تشتعل لا تحترق طب لماذا هنا الباحث نشر هذه المقالة في 2021 كما نرى اماما ايها الاحبة ويقول المشكلة ليست في حرارة الشمس يقول ان الشمس في عام 2021 ستكون اقرب الى الارض بنسبة ثلاثة بالمئة وهذه نسبة كبيرة جدا يعني ثلاثة بالمئة نحن لدينا البعد بين الشمس والارض مي وخمسين مليون كيلو متر فالثلاثة بالمئة تعني بحدود خمسة مليون او اربعة ونصف اربعة ونصف مليون كيلو متر ستكون اقرب فهذه المسافة ليست قليلة على رغم من ذلك نجد ان محور دوران الارض ايها الاحبة له يعني يميل بحدود ثلاثة وعشرين درجة مئوية وفاصل اربعة واربعين تقريبا وثلاثة اربعة يعني ثلاثة وعشرين فاصل ثلاثة اربعة هذا الامر ميلان الميلان محور دوران الارض يؤدي الى معادلة تأثير حرارة الشمس وقرب الشمس مع درجة الحرارة على الارض فتصبح درجة حرارة معتدلة هذا من فضل الله بنا ايها الاحبة من رحمة الله تعالى بنا يعني الله يريد ان يقول لك انظر انظروا الى هذه الشمس على رغم انها تقترب اكثر الا ان الله عز وجل وضع قوانين بحيث ان هذه الارض لها محور دوران تدور حول نفسها بطريقة معينة وهناك ميلان او ميل في محور الدوران بحدود ثلاثة وعشرين فاصل اربعة واربعين من الدرجة هذا الميلان يجعل بعض مناطق الارض اكثر برودة حتى مما نتصور ويسبب تعاقب الفصول الاربع لان توزع حرارة الشمس يكون متساويا على كل الكرة الارضية طبعا بالنسبة ل احبتنا من الذين يعتقدون ان الارض ليست كروية بل مسطحة نعود ونقول من جديد قبل ان نكمل ايها الاحباب هل هناك صورة للارض المسطحة صورة حقيقية لا يوجد كله رسم طيب قوانين الفيزياء ماذا نفعل بها انا اخاطب الان احبتي ممن يعني استشكل عليهم او اصبح لديهم تشويش هل الارض مسطحة ام كروية اقول لهم ببساطة اقرأوا مبادئ مبادئ علم الفيزياء لان بعض الناس يعتبر ان علم الفلك هو الشعوذات مبادئ الرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنان مبادئ علم الفيزياء القوانين التي تحكم حركة الاجزام وهي قوانين ثابتة ايها الاحباب وواضحة ويراها اي انسان يأتي شخص غير متخصص يخالف كل هذه القوانين ويقول لك الارض مسطحة طيب كيف تأتي الشمس من الشرق الى الغرب طيب ما هي القوى التي تحكم هذه المنظومة لا يوجد طيب كم حجم الشمس اعطوني قياسات لا يوجد كم حجم الارض بدقة كم 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 لا يوجد قياسات ثم ان هذه الارض يعني المسطحة اذا استخدمنا الموقع جوجل نستطيع ان ننتقل من مكان الى مكان فاذا كيف تقولون ارض مسطحة على شكل قرص طيب ما ذاوجت في الاسفل ما ذاوجت في الحواف فهذه خزعبلات ايها الاحبا الارض المسطحة خزعبلات اولا القرآن لم يقل ان الارض مسطحة قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت يعني بمعنى ان الارض مسطحة امامك اي ممهدة مهما سرت ترجع من حيث اتيت ممهدة مسطحة لا لا تعني انها قرص او مستوية الله تعالى يقول كل في فلك يصبحون وقال ايضا الم نجعل الارض كفاتة كلمة كفاتة بالاساس تستخدم للسرعة اذا اسرع الشيء وتقلب العرب كانت تقول اذا اسرع الطائر وتقلب في طيرانه يقولون كفت الطائر اي اسرع وتقلب بالفعل الارض تدور وهي مسرعة تسير بسرعة اسرع من الصوت 1600 كم في الساعة في دورانها حول الشمس وفي حركتها حول المجرة سرعتها اعلى بكثير طب هذه ارقام ايها الاحبة وحقائق علمية ليس لها علاقة لا وكالة ناس هذه القوانين وضعت قبل انشاء وكالة ناس هذه القوانين من 400 سنة موضوعة او اكثر من 500 سنة ليست جديدة يعني اذا ايها الاحبة لا نريد ان ندخل تحدثنا كثيرا عن موضوع الارض المسطحة وقلنا لا تستمع الى هذه الخزعبلات ارض مسطحة اعطوني القوانين التي تحكم حركة الشمس والارض وحركة المجرات طب انت تقول الارض ثابتة هذه المجرات البعيدة كيف تتحرك معنى ذلك ان سرعتها يجب ان تكون اسرع من الضوء بمليارات المرات ولا يوجد جسيم او جسم يستطيع ان يتحرك في الكون بسرعة اسرع من الضوء سيقول لك هذه خزعبلات لا يوجد مجرات ولا يوجد كذا فسنعود الى نقطة الصفر فهذا الكلام ايها الاحبة غير صحيح المهم العلماء ايها الاحبة عندما يتساءلون عن سر توازن الارض الله تبارك وتعالى جعل هنا الغلاف الجوي هذا الذي هو جزء من السماء الدنيا هذه المنطقة الزرقاء هنا ايها الاحبة المنطقة الزرقاء هذه هنا هي جزء من السماء الدنيا وهي الغلاف الجوي هذا الغلاف قال الله عنه وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن اياتها موردون محفوظا برعاية الله بقوانين سخرها الله لتحفظ هذا الغلاف الجوي وتحفظ الحياة على الظهره هو كما قلنا الغلاف الجوي هو اقرب السماء الينا هو جزء من السماء يعني عندما يقول وجعلنا السماء ماذا يعني بذلك السماء تمتد من فوق رؤوسنا الى ابعد مجرة هذا هي كلها سماء دنيا كلها محفوظة بامر الله بسبب قوانين الجاذبية والقوانين التي سخرها الله سبحانه وتعالى لمعرفة لمعرفة اسرار هذه الارض ايها الاحبة اشتركوا في القناة